حياكم الله ومشاهدنا الأكارم في الفقرة الطبية نحاديثكم فيها عن تصلب الشرايين الطرفية ويعرف تصلب الشرايين على أنه مرض تتراكم فيها الدهون والكلسترول والكالسيوم داخل الأوعية التي تنقل الدم حول الجسم بمرور الوقت تتصلب الويحات بما يسبب تضيق الأوعية ويحد من تدفق الدم يمكن أن تصبح الأوعية المتضررة بشدة مسدودة تماما عندما يؤثر على الشرايين الطرفية في الساقين يمكن أن يسبب مشاكل في المشي وألم في الساقين والقدمين والقرحة وفي الحالة المتقدمة الغرغرينة لكن كيف نعرف عراض تصلب الشرايين وهل يمكن علاجها؟ فللحديث أكثر عن هذا الموضوع وعن تصلب الشرايين الطرفية يسعدنا أن راحب معنا في الستيديو بالدكتور لبابا قبعة استشارية أمراض القلب والأوعية الدموية أهلا وسهلا بك دكتور الله يبقى في حياكم الله وعلى وسهلا بك دكتور لبابا تحدثنا في بداية في المقادمة أنه تصلب الشرايين هو انسداد الأوعية الدموية وتراكم الدهون وأيضا الكوليسترول داخلها ما هي تصلب الشرايين اللي هو في الطرفين؟ لماذا تحديدا في الطرفين؟ حقيقة نتحدث أولا عن تصلب الشرايين الطرفية المقصود بها ليس فقط الطرفين هو الأقدام حقيقة يعني تصلب في شرايين أطراف الأطراف السفلي وقد يحدث أيضا في تصلب شرايين أطراف العلوي وقد يحدث في شرايين أخرى مثل شرايين الرقبة شرايين الكليتين شرايين المغذية للماء هذا التصلب يحدث مع وجود عوامل الخطر والمرض مما يؤدي إلى وجود أعراض خاصة في هذا التصلب حقيقة طيب دكتور يعني بالعادة اللي جرت عليه العادة يحد بيوكل دسمه فاستفود ووزنه زائد جدا يقولوا لا أنت أرضى الإصابة بالتصلب الشرائل ما علاقة هذا الموضوع وما صحته وما هي أسباب تصلب الشرائل حقيقة تصلب الشرائل الأطراف سمنا واحد من الأسباب لأنه سمنا قد يؤدي إلى زيادة الكوسترول قد يؤدي إلى حدود قابلية السكر لكن بشكل عامل متحدث بنسبة الشرائل الطرفي أهم عاملين أساسيا في موضوع تصلب الشرائل هو التدخين واحد الثاني هو وجود مرض السكري وأيضا العوامل الأخرى المتابعة مثل ارتفاع ضغط الدم ارتفاع نسبة الكوسترول في الجسم أقلة الحركة زيادة الوزن وأيضا إذا كان في عنا عامل وراثي وفي عنا تاريخ مرضي في العائلة في تصلب الشرائل الطرفي نعم تحدث إذن دكتور عن الأعراض يعني إيش هي أبرز العراض اللي بتكون موجودة عند المصابين بتصلب الشرائل بشكل عام يعتمد على المكان فإذا بنحكيحنا على أطراف السفلي أول عرض حقيقة ما يدعى بالعرج المتقطع العرج المتقطع المريض بيجي عنده يقول لك أنا دكتور كل ما أمشي فرضا 200 متر 300 متر يصبح عندي ألم بالقدمين أو بالصاق أو بالبطات مثل هذا الألم هذا الألم قد يكون نتيجة عن تصلب الشرائل والمريض يقول لك أنا بس أجلس بذهب هذا الألم هذا هو العرض الأول بالنسبة للتصلب الشرائل الأطراف العرض الثاني إذا كان تقدم هذا التصلب قد يحدث عندنا ألم والإنسان جالس يصبح عنده نقص تروية حاجة مثل هذه الحاجة قد يحدث الألم عنده بشكل وهو جالس إذا تقدم هذا المرض أكثر فأكثر قد يحدث عندنا التقرحات بالقدمين قد يحدث عندنا الله سمح الله غير غرينا قد ينتي هذا الأمر إذا لم يلحق بالعلاج بالبطر للأطراف هذا نحن نتحدث عن تصلب قريبا شرائل الأطراف السفلية قد يحدث كمان في الأطراف العلوية نفس الشيء قد يحدث عندنا تصلب شرائل الكليتين مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط معاند المريض بقول لك أنا بأخذ ثلاث أدوية أربع أدوية وغير والضغط لم ينزل لما نخفض مع هذه العلاجات فإننا بكون عندنا لازم نفكر في وضع تصلب شرائل الكليتين أو إذا صار في عندنا تدهور في وضائف الكلا وأيضا في عندنا الأقل شيوع عن أنه تصلب شرائل الرقبة اللي قد يؤدي إلى دوخة متكررة قد يؤدي إلى لا صمح الله حدوث جلطات الدماغ مع حدوث ضاعف في حد جوانب الجسم فهي الأشياء الأساسية في تصلب الشرائل الثرفية أطراف وأعضاء كثيرهم في جسم أنسهم كنت تتأثر بهذا الموضوع طيب دكتور إلى جانب القصة السريرية والعراضة التي ذكرتها حضرتك كنت أعرفها من المريض كيف يتم تشخيص هذا المرض؟ يعني إذا نحن نتحدث عن صلوشل طرفية في عنا فحص بسيط في العيادة ما يدعى بأننا نأخذ قياس ضغط العضودي الكاحلي نحط قياس الضغط على اليد وعلى الأقدام من الأسفل ومنأخذ قياس بينهم ونقارنهم بين بعضهم ويعتمد على القراءة إذا في عنا تصلب أو لا هذا شيء فحص أو في صحص الألتراساند في العيادة هذا الدبلر الألتراساند البسيط إلا إذا شكينا بوجود هذا قد نتبعث لعمل ألتراساند للشرائين الطرفية أو قد نعمل شيء متقدم أكثر هو الطبقية وإذا احتجنا قد نعمل القسطرة التشخيصية تمام المضاعفات تبع تصلب الشرائين الطرفية يعني ذكرت بعضها أنه ممكن يحدث حتى يصل إلى ربما بتر الأطراف إيش عموما هي مخطر تصلب الشرائين؟ هذه المشكلة المشكلة الأولى هو الألم الألم يمثل هذا قلنا العرج المتكرر إذا كان تصلب الشرائين الأطراف بعد ذلك قد يحدث عنا ألم غير مطاقت يحدث حتى وأنت مرتاح مع خدران بالأطراف ثم بعد ذلك قد يحدث عنا تقرحات تقرحات بالأقدام أو إذا كان لها سبحان الله تصلوا باليدين قد يحدث نفس الشيء ثم قد تنتهي بالغير غيرينة وهذه مشكلة هذه بالنسبة للشرائين الطرفية الشرائين الرقابتين أو الكلا يعتمد على نسبة التضيق الأعراض تمام دكتور كافية ميذن العلاج عشان الناس يطمنون في علاج العلاج أولا بدنا نعالج عوامل الخطورة أولا إذا كان مريض عنده سكري نعالجه سكري ونضبطه السكري وإذا ارتفاع بالكولوسترول نعالجه الكولوسترول وارتفاعه بالأدوية ثالثا إذا كان فيه عندنا ضغط نجب أن نعالج الضغط رابعا له بالنسبة لتدخين نطلب من المريض أن يقطع التدخين حقيقة واحد من أهم الشيء المهم هو قطع التدخين ثم بعد ذلك إذا كان مريض عنده ننصح مريض بالرياضة ومارسة الحركة والأكل الصحي وتخفيف من الوزن يعني حتى لو صار معك ألم بالمشي يظل لك يمشي أكثر لأنه كل يوم عن يوم يزداد نسبة تكيف الجسم مع الألم الموجود فهو يستطيع يمشي أكثر وما يزيد إلى تدفق الدم في الأطراب ثم بعد ذلك إذا بقت العرض موجودة وصار عندنا مخاطر قد ننتجأ إلى القسطرة التشخيصية بذلك أو الجراحة بجراحة أوعي الدموية الجراحة والقسطرة الصعبة سهلة كم مدة جراحة يعني الأوعية تعتمد على المكان لكن الجراحة حقيقة هي الأمر تقدمت الآن بالنسبة أنه في موضوع القسطرة العلاجية يعني قد تجلس ما بين نصف ساعة إلى ساعتين حسب مقدار التضيق الموجود وأماكنه يعني قد تكون شيء سهل جدا وسريع في نصف ساعة وقد يكون إجراء يحتاج إلى ساعتين إلى ثلاث ساعات بالقسطرة العلاجية والجراحة كذلك يعني يعتمد شو إحنا بدنا نعمل الجراحة مرات أنت ممكن تزيل بطانة للجدار أو ممكن تحتاج إلى وضع وصلة جراحية اللي هي بايباس أو قد تكون عملية أكبر من ذلك هل في أثار جانبية ممكن للقسطرة قسطرة الشرعيين الطرفية؟ يعني الأثار حقيقة مضاعفات للقسطرة بشكل عام القسطرة العلاجية هي مضاعفات قليلة جدا أقل من 1% وهي حقيقة بأي إجراء تداخلي قد يكون له بعض المضاعفات الجانبية وهذه مضاعفات قليلة جدا إحنا أكثر شيء بنخاف عليها هو فقدان العضو لأنه ممكن أن تسكر الأوعية البسيطة التي تغذي القدم خلال فترة القسطرة العلاجية مما يحدث إلى فقدان العضو تمام هل في ممكن حالات لتصلب أشرين الطرفية ما ينقدش معها أنه واحد يستعمل معها القسطرة؟ نعم في بعض الحالات قد لا تنحل مشكلة بالقسطرة العلاجية مما نلجأ للجراح وحتى في بعض الحالات حتى الجراح لا تفيد للأسف بما يكون آخر الدواء الكي وهو بتر المنطقة المصابة للأسف تمام طيب يعني أنتو تتكلم أنه أحيانا المشي وهذه الحاجة والرياضة ممكن تساعد على أن الدورة الدموية تشتغل في الجسم كله نعرف منك ماي الحاجات الوقاية خير من العلاج يعني نحن متفكي نعرف منك ماي الحاجات هل بتساعدنا على الحفاظ على الشرائم في كل جسمنا؟ نحن حكينا بشكل عام عن عوامل الخطورة أول شيء الرياضة ممارسة الرياضة ترك التدقين ثانيا غير الرياضة التدقين إنزال الوزن ثم بعد ذلك السيطرة على عوامل الخطورة اللي هما سكر الضغط الدهنيات والكوليسترول وغيرها من عوامل الخطورة تمام طيب بالعادة الناس اللي بيعملوا اللي بيأخذ الريوركاوتس الكافيين هذه الحاجة تقول لها عشان يتنشط شوية يقدر يتريض هل ممكن هذه بتساعد الناس الكسولين اللي عندهم دهون زائدة؟ بتحرك الدور الدمية؟ اللي هو الأخذ الكافيين يعني الكافيين بكميات معقولة ما في مشكلة فيه نعم الرياضة بدها عزم حقيقة الرياضة والتقليل من الأكل والانتهاء من السمنة هي بدها عزم من الإنسان ما يعني قد تكون رياضة جماعية مع مجموعة من الناس وشجع بعضهم تكون أفضل ما هي الخطورة من الكفير لما قلت أنه لازم يكون شكل الكثير الكميات الكبيرة قد تؤثر موضوع السفاع ضغط الدم وأشياء المنبهات القلق الليلي إضرار البول يعني قد تكون مزعجة لبعض الناس نعم دكتور نحن تحدثنا هنا عن تصلب الشرايين الطرفية هل في تصلب شرايين آخر يعني نوع آخر أو في كرم نوع نحن يعني بجوزة إذا نتفرج على اللوحات نحن في عنا مجموعة من الأمثلة على موضوع تصلب الشرايين يعني إذا نتفرج على أول شيء هذا تصلب شرايين الأطراف اللي هم في القدمين ما تحت الرخبة هذه المريضة كانت تعاني من ألم شديد بالأطراف تبين عندها تضيق دعما نشوف قبل تضيق شديد في هذه الشرايين ما تحت الأطراف ثم بعد ذلك تم فتحه بواسطة القصر العجي هذا مثل على شرايين الأطراف إذا نتفرج على الصورة الأخرى على مثل آخر هم فرضا الشرايين السباتي هو شرايين الرقبة هذا المريض جاء عنده جلطة بالدماغ تبين أن السبب أنه فيه إذا نطلع صورة ما قبل في عنا تضيق شديد في الشرايين السباتي تم فتح هذا الشرايين بواسطة القصر وتركيب شبكة وهذا مثال آخر على تصلب شيء طرفية أيضا الأمثلة إذا نطلع على الصورة اللي بعد ذلك هون هذا نوع من أنواع التصلب هو التوسع ترى هون هاي ما تدعى بالأنيوريزم اللي هو أم الدم اللي هو توزع في الشرايين الأبهرية البطل بيكون متوسع إذا نطلع كيف هون أكثر من 5 سنتيمتر هذا من خاف منه أنه ينفجر لا سمح الله هذا يغلق حقيقة إما يصلح إما بواسطة الجراحة أو أنه بطريقة القصر يبوضع الشبكات المسبطة إذا نشوف على اليسار كيف أصبحت لا يوجد عندنا هذا التوسع هاي بالعدد التضيق فهذه المرة تتوسع هلأ فيه توسع وهو ترهل هذا النوع آخر عنواع تصلب الشرايين إذا نرى المثال الأخير هو التصلب شريين الكليتين إذا نطلع هون على اليسار على القبل على اليمين في عندنا كانت تصلب في شريين الكليتين تضيق شديد حوالي أكثر من 70-80% تم فتحه بواسطة القصطر العلاجية وهي حقيقة أن كان قصطر بواسط الدخول عن طريق اليد وهذا حقيقة تحسن المريض من ناحية أنه كان ضغطه معاند مع تفاع في وضائف الكلة تحسنت وضائف الكلة ونزل حقيقة أن الضغط عنده وصار يستخدم أدوية أقل مما كان قبل العملية تمام ممتاز طيب دكتور الله أعطيك العاقية ما شاء الله لو نجن نتكلم أنه فيها مثلا حاجات معينة بتساعدنا عشاب معينة كانوا يتكلموا على عشوة صينية اسمها جينكوسان أنها بتساعد على أن الدورة الدموية تشتغل في الجسم كله هل في حاجة بتساعد؟ والله أنا ما عندي خبرة بهذه الأعشاب هي بدها طبيب مختص بهذه الأعشاب لكن أنا بنصح مرضاي دائما أن يلتزموا بالعلاجات اللي بتدعاد عن التدخين والرياضة ثم بعد ذلك بد يأخذ منها العشاب لكن ما يأخذ منها بكميات كبيرة حقيقة لأنه لا نحن لدينا شيء علمي مثبت لهذه الأعشاب هل ممكن هناك فئات تكون أكثر عرضة لتصلب الشرعيين من فئات أخرى؟ نعم كل ما تقدم العمر حقيقة يزداد نسبة صلب الشرعيين والناس اللي عندهم عوامل الخطورة الناس اللي عندهم عوامل الخطورة حتى في العائلة وحقيقة والسمنة الزائدة كما أن هذول الناس مقارنين لهذه الصلب الرجال قد يكونوا أكثر قليلا من النساء في موضوع التصلب الشرعيين الطرفي لأنه نسبة التدخين عندهم أعلى نحن ندعى الناس كلهم أنهم يبطلوا التدخين عموما أعطيك ألف عفية دكتور لبابا قبع السشري أمراض القلب والأوعية الدموية شكرا جزيلا لك دكتور الله يعطيكم العافية شكرا لكم وشكرا لقناة شكرا لك شكرا لك